خلاص الأهلي أنهى التعاقد مع بن رمضان وسر الصفقة هي جلسة الخطيب مع وكيله في كافيه شهير بالشيخ زايد اللعب هيوصل كمان ساعات للقاهرة عشان يتصور ويعمل الكشف الطبي كمان لعب الأهلي السابق بيتكلم على صفقة محمد علي بن رمضان وبيقول الكواليتي بيفرق يا جدعان في كل حاجة انجزوا بقى وخلصوه الواد مكسب كبير قوي لنا أفضل لعب فريقه وأكتر لعب حاول على مرمى ميتلاند وأكتر لعب عمل مراوغات صحيحة معظم الماتش بيلعب جناح ودي نقطة كنت عايزة تفرج عليه فيها علشان أشوفه على الخط عامل إزاي لأن كولر بيعتمد في طريقته على اللا مركزية بين الجناح ولعب الوسط لنحيته وأكيد هتلاحظ معايا ده لما بتشوف إمام جناح وحسين في العمق الولد على الخط كويس بيراغ ويعدي ويدم ويسدد فتخيل يبقى معاك اتنين لعيبة وسط تمانية زي إمام وبين رمضان أنت كده بتنقل خط المص بتاعك لحتة تانية خالص وكولر يستحق ده كولر له حق يصمم عليه ومع الولد حرفيا هيبقى مرعب لأنه هيعرف يستفيد من إمكانياته أنا عارف أن أكرم ما بيكسلش وبيزيد وبيتحرك كويس بس لما بيوصل للمناطق الأمامية ما يجيش حاجة في ابن رمضان وكذلك ديانج طبعا لأنها إمكانيات مش تقصير منه واختلف معاه كبير مشجع الأهلي وقال ما فيش شك إن محمد بن رمضان صفقة يتمنها أي فريق لعب إضافة لأي منظومة لكن هل الأولوية لمحمد بن رمضان ولا اللاعب غيره خلينا واقعين أنت محتاج صفقات في جميع المراكز بلا استثناء من أول خط تدفعك لغاية راس الحرب بس فيه أولويات مركز عن مركز وخلينا واقعين أكتر إدارتك مش هتجيب لعيبة لكل المراكز ومش هتجيب لعيبة كلاس اي في المراكز اللي محتاجة دعم يبقى نخلينا في الأولوية محمد بن رمضان لا خلاف عليه لكنه مش الأولوية لإحتياجات الفريق خط وسطك فيه إمام وأكرم ومروان وندفد وكوكا وأفشا والسلية اللي لسه مجدد يعني عندك عدد كافي في نص الملعب يعني عندك عدد كافي في نص الملعب حتى لو كان كواليتي بن رمضان أعلى منهم فأنت ماشد يانج وما كانش بيلعب معاك واللي برضو كان أعلى منهم إذن الأولوية لازم تبقى المركز زي الهجوم أنت دلوقتي ما عندكش غير وسام فقط لغير لقدر الله حصل أي دروب هتبقى بدون مهاجم صريح وهتبقى افتقدت الأهم مركز وأهم لاعب الفريق حاليا خط الهجوم هو المركز الأهم للدعم وللكلام عليه ولازم يكون تعاقد قوي يليق بالأهلي يليق بفريق داخل كاس عالم منظام جديد أقوى وأصعب محتاج فيه كل لاعب يكون على مستوى ولازم يكون تعاقد قوي يليق بالأهلي يليق بفريق داخل كاس العالم بنظام جديد أقوى وأصعب محتاج فيه كل لاعب يكون على مستوى عالي خصوصا وتو ماشي ومستوى طاهر المعروف عنه وتزبزه بحال الباقي باستثناء الشحات صفقة بن رمضان لو تمت بإذن الله هتبقى بدايته حلوة معنا اللاعب اللي يتمسك بالأهلي ويفضلوا على ندي السابق وفلوس السعودية يتشال على الراس والله دي كانت بعض تعليقات الأهلي على قصة بن رمضان اللي قاله بالسوشال ميديا